النهاردة كمان بتحل علينا ذكرى وفاة ملك العودة للموسيقار فريد الأطرش ورحل فريد الأطرش فيه 26 ديسمبر من عام 1974 بعد حياة حفلة بالموسيقى والطرب والغناء كان من خلالها أحد عملقة الفن وأثروا صناعة الفن والطرب وقلد اسمه إلى الأبد في سجلات المبدعين يعني حانو فريد الأطرش قدم من خلال الألحان والأغاني اللي حفرت في ذاكرة كل الأجيال وشكلت تاريخ عظيم جعلت منه ملك للعود وقدم كمان للسينما المصرية أكتر من 31 فيلم سينمائي يعني محطات عديدة في حياة الموسيقار فريد الأطرش دراتي بينضملنا على التليفون الفنان عادل السيد مؤسس ورئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش مساء الخير على حضرتك يا فاندم ومحطات عديدة في حياة الراحل فريد الأطرش ويمكن كل الأجيال محفور في ذاكرتها ألحان وموسيقى فريد الأطرش مساء النور يا فاندم قال مساء من كل سنة وحضرتكم الطيبين وحضرتك بخير تمام النهاردة كنا جميعا أنا والأذنقاء وكل محبين فن الموسيقار فريد الأطرش في مصر والوطن العربي كنا في ضريح الموسيقار فريد الأطرش لكرائك الفتحة على روحه هو وضع كليل من الظهور في أعلى الضريح رغم أني يعني بقول لحضرتك إحنا بنحتفل بالذكرى رقم تمانية واردعين على رحيل الموسيقار فريد الأطرش إنما ما زال الغائب الحاضر يعني كان عندنا عدد غفير من الجماهير أعمار يعني من 15 سنة إلى 20 سنة 25 سنة مش بس سن كبير يعني على أساس أنه 48 سنة يبقى اللي يفاكرين من موسيقار فريد الأطرش من الناس الكبار السن لا ده مختلف الأعمار جمعية فريد الأطرش دايما بتحتفل بذكرى الموسيقار فريد الأطرش طوال شهر الدسمبر بنعمل حفلات بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية كتاعة من أهم من كتاعات الوزارة الثقافة كنا عاملين من 3-4 تيام احتفالية في بيت السحيني في شراء المعيز وحضرها يعني كتير من الفنانين وكان فيها تكريم فنان أيضا الفنان السوري أركان فؤاد اتعودت جمعية فريد الأطرش في كل احتفالية تكرم أحد الفنانين التي كان تربطهم علاقة أو محبة أو شارك الموسيقار فريد الأطرش في أفلامه أو مطرب غنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش مرورا بقى بالفنانة مديحة يسري وشادية وصباح وكل الفنانين اللي شاركوا الموسيقار فريد الأطرش احنا على طول بنعمل حفلات تكريم لهم الموجودين معانا على قيد الحال فنانة كبيرة لابن عبد العزيز فنانة كبيرة ساميرا أحمد عملنا لهم قريب حفلات تكريم وكرمها وبعدين بنطلع من كده بذكريات بقى بين الكواليس والمحبة بينهم أهم الفعاليات اللي انتو بتحضروها السنين كان لنا الحمد لله دور ان احنا عملنا تمثال الموسيقار فريد الأطرش موجود في دار الأبرة وبعد أيام قليلة احنا ودينا يعني حاليا بقى موجود تمثال لأسماء موجود في دار الأبرة منتظر سيادة الدكتورة نبيني كلان وزيرة الثقافة يعني تتفضل بإزاحة السطار ضمن احتفالية عن ثمان أثمان ده يكون يعني ممكن لسبوع الجاية أو حال بالتأكيد ليكوا جهود لمسألة الحفاظ على تراث الفنان فريد الأطرش ويعني انتقالوا كمان للأجيال الجديد طبعا احنا بنقوم يعني على طول جماعية أنا عندي سالون ثقافي كل يوم سابق عندي أمسيات وندوات مستمرة لتعريف الأجيال على فن الموسيقار فريد الأطرش الموسيقار فريد الأطرش بدأ حياته الفنية من 16-17 سنة كمان أمام الشاشة الطبية أول فيلم له كان سنة 41 فيلم انتصار الشباب كان عنده 23 سنة تفالي من شاب عنده 23 سنة في سنة 40 عمل لنا في فيلم واحد أكتر من 11 أغنية مش بس أغاني أغاني نمازج من الغناء العربي يعني لنا في نفس الفيلم الدويت والموال والكفيدة والأبريد جميع ألوان الغناء في فيلم واحد بيقول لنا إن فيه فنان عنده موهبة كدرات خاصة وافق فريد بموهبته واستمرت مجاحات أفلام الموسيقار فريد الأطرش على الشاشة الصبية حتى وصلت أفلامه لواحد وثلاثين فيلم رماء استعراضي مستمتعين بيها كلنا حتى الآن الفيلم كليه في الأبريد وفي الكوميديا وفي الكصة وفي الموضوع وفي الأغاني جداسة بالأغاني الجميلة وفي الموضوع الحلو اللي احنا كل العائلة تقض أمام شاشة التلفزيون نشاهد الفيلم كمان الفنان الوحيد فريد الأطرش المطرب الوحيد اللي استمرت من جمهيته على شاشة السلمة من سنة 40 لسنة 75 يعني هو تقضى 74 إنما آخر فيلم له يعني بعد اتعرض بعد رحيله بسنة في مصر 25 8 سنتات 75 من جمهيته ما تهزدش كل الفنانين توقفوا في مراحل معينة عن التمثيل إنما عدا فريد الأطرش كان مستمر وجمهور فريد الأطرش أظل يعني تدفى حوله ومتابعه لآخر لحظة في حياته وإلى الآن يعني كل جمهيت فريد الأطرش شوفي حضرتك التواصل الاجتماع النهاردة كلها عن فريد الأطرش والحن فريد الأطرش وغني فريد وأعمل إيه وحاجات جميلة يعني فريد فنان أصيل حالة فنان متفردة يعني صحيح غنى 52 أغنية وطنية في جميع المناسبات المطرية والقومية للوطن العربي من المرض العربي يا حمر حبا بك يا جمال ديوم عشنا وشوفنا مجموعة كبيرة من الأغاني يا بلادي يا بلادي سنة وسنتين ما ننساش طبعا سنة وسنتين كل ألوان البناء فريد لم يطروا مجال وخلاف بقى فريد الإنسان والفنان يعني كل الفنانين وكل الناس تحكي لك عن كرم فريد البيت الوحيد اللي كان دائما مفتوح وعمل مرتبات لناس بسيطة في الأحياء اللي هو تربى وعاش فيها أول ما جاء مصر حايل فجالة حايل خرون فيش حايل باب الشعرية الناس اللي تربى وعاش في وسطها لما ربنا كرم ووصل إلى المجبل ما نسيش الناس دي كان عمل لها مرتبات شعرية كل شهر فيعني الكلام عن المسيقات فريد لا تشيطول احنا استمدعنا بحديث حضرتك الفنان عادل السيد مؤسس ورئيس جمعية محبية الموسيقار فريد الأطرس شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا